رسميا شركة انفينيكس تصدر هاتف جديد في الفئة الاقتصادية ومنافس قوي لهاتف الريد مي 10 الذي اطلقته شاومي مؤخرا فهل سيكون هاتف انفينيكس هوت 11 اس الخيار الافضل للشراء ام لا كل ذلك سنتعرف عليه في هذا الفيديو ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك الفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد هاتف انفينيكس هوت 11 اس يعتبر من الفئة الاقتصادية وهذه الفئة موجهة بشكل كبير لمحدود الدخل الضعيف لذلك الهاتف سيكون خيار جيد للشراء لما يحمل من مواصفات ممتازة مقابل السعر اولا التصميم ولأول مرة نرى تصميم جديد من انفينيكس مميز بصراحة ويختلف على تصميم هاتفها السابق الهوت 10 اس فتصميم الكاميرات الخلفية مختبس من تصميم هواتف هواوي نوفا 9 ولكن شتان بينهما في المواصفات حيث ستجد في الخلف ثلاث كاميرات مع خطوط متدرجة لتعطي الهاتف اكثر جمالية ايضا ستجد في الظهر بصمة الاسبع وشعار شركة انفينيكس في الاسفل ومن الامام الشاشة تأتي على شكل الثقف اعلى المنتصف وهو لكاميرا السيلفي على العموم ستأخذ تصميم مميز في هذه الفئة السعرية ومن افضل التصميمات التي ستجدها في هاتف اقتصادي ايضا الهاتف يأتي بخامات من البلاستيك سواء في الظهر او الاطار ومن الامام يأتي من الزجاج ويزن الهاتف مائتين وخمسة جرام وما يميز هاتف انفينيكس هوات 11 اس هي الشاشة شاشة ممتازة في هذه الفئة السعرية وبجودة ممتازة ايضا حيث تأتي من نوع اي بي اس اي سي دي بحجم كبير 6.78 انش بجودة الفول اش دي بلاس بدقة عرض 1080 في 2480 بيكسل مع كثافة بيكسلات 399 بيكسل لكل انش تدعم معدل تحديد ممتاز يصل 90 هرتز ومعدل سطوع جيد تحت اشعة الشمس يصل 500 نيت الصراحة الشاشة تعتبر جديدة بسعر حوالي 200 دولار يعني شاشة اقتصادية وبسعر جيد ايضا الهاتف يدعم منفذ 3.5 مم ومنفذ الي اس بي من نوع طايب سي ويدعم شريحتين اتصال والذاكرة الخارجية والشيء المميز في الهاتف انه يدعم صوت ستيريو سيقدم لك تجربة مميزة جدا والهاتف لا يدعم تقنية الان افسي وبصمة الاسبع ستجدها في ظهر الهاتف ورح تأخذ بطارية ممتازة بحجم 5000 ميلي امبير مع قوة شحن 18 واط هنا استعملت انفينيكس نفس المعالج الموجود في هاتف الردمي 10 حيث يعتبر تطوير بسيط لمعالجات الهيليو جي 80 والجي 85 فالمعالج هو الهيليو جي 88 بدقة تصنيع 12 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جي 52 ام سي 2 فالاداء رح يكون جيد بالنسبة لهذه الفئة يعني الفئة الاقتصادية ايضا الهاتف يأتي بخياء واحد للتخزين 64 4 جيجارام ويأتي بنظام اندريد 16 مع واجهة الاكس او اس 7.6 هاتف انفينيكس هو 11 اس يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة اف 1.6 والثانية بدقة 2 ميجابيكسل للعزل والثالثة غير محددة الى حد الان ايضا ستجد في الخلف 4 فلاش من نوع ليد وتصور الكاميرا الفيديو بجادة الفل اش دي بمعدل التقاط 30 اتار في الثانية وبالنسبة لكاميرا السلفي فتاة بدقة 8 ميجابيكسل مع فلاش ثون اي وتدعم ايضا تصوير الفيديو بجادة الفل اش دي بمعدل التقاط 30 اتار في الثانية واما سعر الهاتف للنسخة 64 جيجرام بسعر 200 دولار اي حوالي 3 ملايين في السوق العالمية بصراحة هاتف انفينيكس هو 11 اس سيكون منافس قوي لهاتف الرادم 10 حيث يأتي بمواصفات جيدة شاشة ممتازة ومعالج جيد وكاميرا لباسة بها ويدعم ايضا صوت استيريو وبطارية مميزة وسيكون من افضل الهواتف الاقتصادية لعام 2021 وفي الاخير ما رأيكم بالهاتف فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه